ولكن عشان تعرفوا ان الامر متعلق بالاهل بس لما الاهل كسب ناس كتيرة فتحت برامجها وفردت مساحات على ان فكرة محمد معروف ظلم سيراميكا وجامل الاهل تخيلوا يعني هل تتخيلوا انه وصل بنا الحال ان البرامج او بعض من مقدم البرامج او بعض من يتحدثون في التحليل الفني لهذه البرامج والامر بعيد تماما عن التحليل الفني يتحدثون ان محمد معروف يجامل الاهل على حساب سيراميكا يعني محمد معروف على مشوار تاريخه الطويل في التحكيم المصري كان دائما وابدا يعني بيلقى يعني نقد كبير جدا من الجماهير الاهلوية ومن الاعلام في مباريات عديدة في الفترات السابقة والناس اللي كانت بتهاجم او الناس اللي كانت بتدافع عن محمد معروف وقتها هي اكتر ناس دلوقتي بتهاجم محمد معروف اشان تعرف بس ان فيش زفرينيا في التحليل الامر مش امر موضوع اطلاقا في التوقيت اللي كان الاهل بيتظلم او ان الاهلوية شايفين ان فيه ظلم من محمد معروف الناس اللي كانت بتدافع عن محمد معروف وقتها هي الناس اللي بتهاجم محمد معروف دلوقتي لو تسألني انا على محمد معروف ايه اللي اختلف اقول لك محمد معروف قبل كاس العالم للشباب حاجة وبعد كاس العالم للشباب حاجة تانية خالص خدوا بني بقى الكلام الموضوعي الكلام المهني الخبر اللي ما بينه السطور محمد معروف مستوى التحكيمي قبل كاس العالم للشباب حاجة وبعد كاس العالم للشباب حاجة تانية ليه؟ محمد معروف من الحكام المرشحين لإدارة مباراة كاس العالم في الولايات المتحدة الامريكية عشرين ستة وعشرين ومن المرشحين لإدارة مباراة كاس العالم للأندية عشرين خمسة وعشرين هو وامين عمر اكتر اتنين حكام مصريين مرشحين لكاس العالم وبعد إدارة محمد معروف في مباراة كاس العالم للشباب وإشادة الاتحاد الدولي بمستوى محمد معروف كان عنده معايير مختلفة في إدارة المباريات تبقى للي كان بيتقلق من لجان الحكام السابقة في إدارته للمباريات ولقى الكلام ده مختلف تماما عن التعليمات اللي بيسمحها من الفيفا لما راح كاس عالم لما راح حدث محفل كبير جدا هو وعمر الشناوي هو رجع وخد مطشاط وعمر الشناوي تراكن ما تعرفش ليه برضو عمر الشناوي تراكن والأسباب إيه برضو محدش يعرف رغم أن عمر الشناوي ومحمد معروف فضلوا مكملين لكاس العالم لغاية آخر مباراة وعيسى سيس سنغالي رجع بعد الأدوار الأولى محدش واخد باله من التفاصيل دي ليه محمد معروف أداء اختلف لأنه اشتغل بمعايير الفيفا اشتغل بمعايير الفيفا الهبد اللي بيتقال من مبارح بيتقال لأن الناس من جواها زعلانة فيه غل فيه حفض فيه غضب إن الآهل يكسب كدت بتتمنى الآهل يخسر زي ما كدت بتتمنى كده إن الوقت الداية ما بين سيمي فاينال أو مباراة كاس العالم الأندية ومباراة سيراميكا داية فالأهل مش عادر يستعيد فيخرج اللي البعض طالع يقول لك ما هو طبيعي الآهل يوصل فينال لأن الآهل ما وصلش فينال البطولة عضبوز فلازم يوصله الآهل فينال الناس اللي بتطلع تهزر دي ما تعرفش التفاصيل اللي بتكلم فيها محمد معروف مبارح عمل مباراة من أهم مباراته في الفترة الأخيرة بل بالعكس في الشوط الأول تغاضى عن احتساب أكتر من كارتة أصفر لفري سيراميكا ويمكن فري سيراميكا اعتقد إن الخشونة الزائدة دي أمر مشروع في الكورة فما كانش متخالي ممكن يخسر في الداية 95 فحصل حالة هرج ومرج في المباراة ولكن محمد معروف أدار مباراة على أعلى مستوى الناس اللي بتنتقد محمد معروف محمد معروف بعد كس العالم للشباب بعد كس العالم للشباب اللي وقين في الأرجنتين محمد معروف حاليا ترتيبه في تصنيف إفريقيا رقم 21 يعني يأتي ترتيبه رقم واحد على مستوى النخبة بعد أفضل 20 حكم محترف من تصنيف الحكام الأفرقى بينقسم لجزئين من 21 دي قيمة المحترفين أبرز وأفضل 20 حكم على مستوى إفريقيا منهم أمين عمر رقم 5 محمد معروف يجي رقم 21 ولكن لو استبعدت العشرين حكم محترف أتلاها محمد معروف رقم واحد من حكام النخبة رقم واحد من حكام النخبة الإفريقية قبل حكام كتيرة اللي البعض بيطلع يشيد بيهم سواء جزائر أو مغرب أو تونس مين بعد محمد معروف محمد عادل رقم 2 على مستوى النخبة الإفريقية رقم 1 و 2 في مصر أو في إفريقيا محمد معروف محمد عادل على مستوى أفضل 35 حكم محمد معروف 21 محمد عادل 22 لأن أول 20 دول قيمة البروفيشنال اللي فيهم أمين عمر ترتيبوا فيهم رقم خمسة دي المعلومات اللي ممكن نفيد بيها المشاهدين ولكن الناس اللي عايزة تبروز إن الأهل كسب وتأهل بأخطاء تحكمية دي ناس جاي يتهزر أنا مش هتكلم على إن كابتن نصر عباس خابرنا التحكيمي طلعوا وتكلم وقال إن محمد معروف أدار مبارك وإيسا الناس ممكن تقولك ده بيحلل في قناة الأهل طبعا نروح لقناة منافسة أو قناة يعني كان عندها الحقوق كابتن أحمد الشناوي المحاضر والخابير التحكيمي خابير التحكيمي اللي اشتغل في الفيفا في فترة سيب بلاتر حوالي عشر سنين وكان بيروح يحاضر في كل الدول الإفريقية يعني الناس ممكن تقولي طب قول رأيي كابتن نصر كابتن نصر في قناة الأهل لكن أنا هستعين برأيي كمان خارج قناة الأهل كابتن أحمد الشناوي كابتن أحمد الشناوي مبارك في حالات التحكمية استعرض أول نص ساعة قالك كان فيه حالتين إنذار لفريق سراميكا وكان ممكن يكون فيه حالت طرد كمان لأحمد ياصر ريان ففريق سراميكا ما تزلمش ما تزلمش ولكن الناس مش متخيلة إن محمد معروف ده اللي كان بيدير قبل كسر عالم هو ده اللي بيدير دلوقتي لأنه ابتدى يشتغل على معايير الفيفا مش يشتغل على معايير اللجان السابقة الرجل شاف مصلحته عايز يروح كسعالم عايز يروح كسعالم عشين ستة عشين في أمريكا فابتدى يشتغل بمعايير الاتحاد الدولي ابتدى يشتغل بمعايير الاتحاد الدولي اللي البعض برضو كان بيدافع على هذه المعيير في الحكم البولندي اللي قضر مباراة الآلوة في لومينس البطل البرازيل لما اشتغل وقال لقصدي معايير الفيفا طب ما نفس المعايير يتشتغل بها مباراً يا محمد معروف لا ما عجبتوش معه في خبير التحكيمي بيطلع يقول لك معايير عكس المعيير يعني في تحليله دايماً لأنه بيلا خبرات تلاقي معايير اللي بيقولها عكس المعايير اللي بيقولها في مباراة تانية لكن هو لازم دايماً خلف تعرف لازم يطلع خلف تعرف دي أبرز النقاط اللي قد تعايز أتكلم فيها في مباراة الأمس والإدارة التحكمية لمحمد معروف طيب ماتش الفاينال مباراة الآلي وفيتشر مين المرشح لإدارة المباراة كابتن محمود البنة هو المرشح لإدارة مباراة الآلي وفيتشر والكابتن محمد عادل مرشح لإدارة مباراة بيرامدز وسيراميكا في المركز الثلاثة تتلاقي بيوم الخميس الساعة ثلاثة والأهل وفيتشير يوم الخميس الساعة سبعة بإذن الله دي أبرز النقاط اللي كنت عايزة أتكلم عليها على مباراة الأهل وسيراميكا وإلداء التحكيمي والمباراة المقبلة يوم الختام يوم الخميس بإذن الله على أستاذ محمد بن زيد ملعب نادي الجزيرة الإمبراطي